معانا الأستاذ فتح من الشرقية ايبا ازايك أستاذ فتح الله يكرمك اتفضل اتفضل ونعمة الحمد لله انا بدي اسأل سؤال كده اتفضل اه انا يعني بحب ان انا صار في الجامعة وجماعة وفتاع وحاجة زي كده نعم بس واني بصرني بينزل نقطة كده من امتى حاج فتح من قبلك بقلك ثلاث سنين مثلا ايه بقلي سانة ولا اتنين سانة ولا اتنين ماشي وروحت للدكاترة وكشفت وخدت علاج حضرتك حضرتك عندك حضرتك سنك فوق ال 75 ايبا ايبا عن 77 طيب بصي حاج فتح نعم اه وانت بتحب تروح تصلي في المسجد وكل شيء اصلي جماعة وعادي خارج وعادي خارج انت بتحضر حاج فتحي انت بتشوف حاجة فعلا ولا بتحس بس لا بقى احتاج كويس حلو قوة قوة اجاوب على حضرتك انت عايز تقول لي بقى اعمل ايه بقى وانا خايف ان انا لو رحت المسجد كده ادخلت المسجد ببول وكده مش كل ده النقطة دي بتنزل الصبح الدهر الحاضر ايوة حاضر اقول لي حضرتك بتنزل بتنزل وانت مركز معاها ولا بتنزل من الغير ما تكون مركز بتنزل عادي كده طيب اجاوب على حضرتك حاج فتحي بوسوا حاج فتحي احنا كل ما بيتقدم بينا السن شوية ودي دراسات بشتغلها انا فيما يتعلق بحاجة اسمها علم نفس الفتوى ان في بعض الاحيان احنا بتقدم بينا السن بيبعندنا قابلية للوسواس اكتر شوية ليه لأمور كتير منها ان انا بقيت اللي فضل من عمر مش قد اللي راح فبحس ان انا عايز اعمل كل حاجة بدق فببقى خايف وانا حاسس ان انا كنت مقصر فاكيد في حاجة هتبوز اللي انا بعمله حاجة كده يعني مش هقول معقدة لكن حاجة مركبة كده لكنه خلاصة اللي عندك ده ما يبطلش صلاتك واللي عندك ده ملوش علاقة خالص بأي حاجة الاحساس اللي عندك ده احساس بيحصل للناس من ثلاث مفاين فيعني مثلا الناس عندهم احساس ان اي مريض سكر في درجة معينة لازم يحصل له ايه ثلاث بول لا ده مش حقيقة ده مش حقيقة علمية يعني مش لازم يحصل ده للناس للمرض السكر لكن الافتراضات بتبقى عند الناس عشان الناس تحس بقد ايه المرض ده صعب عليها هي ساعت بتحس المرض ده صعب عليها وعايزين يحسسوا الناس ده فانا عايز اقولك ان الاحساس اللي عندك ده احساس مش مش هقولك مش هي احساس مش هينبنى عليه حكم فاق لان ده مجرد احساس يعني ده مجرد احساس مفيش حاجة بتنزل لحاجة فتح خالص وعشان كده اللي حاصل استمر في صلاتك ومفيش اي حاجة وان شاء الله ربنا يجعل صلاتك ان شاء الله مقبولة ويجعل صلاتك ان شاء الله ودايما تكون من عمار المساجد ودايما ان شاء الله يكون لك بركة وفضل ونعمة يا حاجة فتحي